في كتاب فضاء الرياضيات للسنة الثالثة من تعليم الابتدائي الدرس السابع الزوايا الزوايا صفحة 36 إذن التمر الأول لدينا حصات التمر الحصة الرابعة أراحل الزوايا التي يحددها أقرب الساعة وأملأ الجدول هذه مجموعة من الساعة في كل ساعة عقرب الساعة يحددان زاوية عقرب الساعة هما الجدول لكن العقرب الصغير والعقرب الكبير العقرب الصغير يشير إلى الساعات والكبير يشير إلى الدقاء مثلا الساعة الأولى العقرب الصغير يشير إلى الثالثة والكبير يشير إلى الثالثة عشر إذن هذه الزاوية التي يحدد هذا الأقربا هي زاوية حدة أو قائمة أو منفرجة لأنها كنا نعرف سابقا أن الزاوية القائمة قياسها تسعون درجة والحدة تكون أصغر من تسعون درجة والمنفرجة أكبر من تسعون درجة القائمة نقيسها بالمثلة هل هذا هو المثلة إذن هذه الزاوية قائمة قائمة نكتب الزاوية هنا قياسها تسعون درجة أصغر من تسعون درجة أصغر من الزاوية القائمة إذن زاوية حادة زاوية سعبة بلاحظ أقرب الساعة يشيرها إلى التابنة والآخر يشير إلى الواحدة إذن هذه الزاوية التي يحددها الزاوية هي زاوية منفرجة لأن الزاوية الثلاثة غلقها أكبر من تسعون درجة إذن بي زاوية منفرجة الزاوية الزاوية هذه الزاوية أصغر من الزاوية القائمة أصغر من تسعون درجة إذن هي زاوية حادة نكتب الزاوية الزاوية التي يحددها أقرب الساعة إذن هي زاوية القائمة نكتب قائمة ونعرف أن الزاوية قائمة دائماً تكون فيها ربوع ساعة خمستاش دقيقة إذا هتبنا هنا خمسة أشرة خمستاش خمستاش دقيقة إذن هي زاوية قائمة ساعة F فلاحظ زاوية جي جي هي أكبر من تسعون درجة إذن زاوية منفرجة ساعة F لاحظ زاوية أيضاً التي يحددها أكبر من تسعون درجة أكبر من تسعون درجة إذن كما قلت لكم في أشغال إلا حظناها في درجة خمسة أشرة خمستاش عشرين درجة إذن زاوية قائمة فيها فقط خمستاش درجة إذن هي زاوية منفرجة نكتبها أ في الزاوية المنفرجة في الزاوية في كل حالة لاحظ الحالة الأولى هذه زاوية حدة أيضاً هذه زاوية حدة ولكن أيهما أكبر زاوية الأولى أو الثانية الثانية إذن نلوين الثانية في الزاوية في هذه الحالة أيضاً زاوية الأولى زاوية حدة أيضاً زاوية حدة ولكن أيهما أكبر هذه الزاوية ألوينها باللون تمرين تالت ألاحظ من سام كل زاوية وألوين زاوية كل مثلت بما يناسب جد عندنا زاوية حمراء الزاوية السرخاء الزاوية خائمة والخضراء زاوية السرخاء نبدأ الزاوية قائمة هذه زاوية قائمة لونها بالأزرق زاوية أيضا قائمة بهذا الشكل عندي الآن في هذه المثلات الزاوية باللون أزرق وزاوية بلون أخضر يتخصون اللون الأحمر تغيير بلون الأخضر هنا أيضا مثلات الزاوية باللون الأزرق وعندنا هذا المثلات الزاوية باللون الأحمر في تنكيب خالية أخرى بلون أخضر ثم كان يقول له هنا إذا عندي زوية قائمة بلون أسرق نلاحظ أنه الموت الذي يدخل في هذا الشكل أن هذا الدمير السام سيقول لي عندي بلون أحمر دن ألون باللون الأحمر والآخر بالأخضر ونأتي إلى نهاية سفحة 36 وشكراً ولا تنسوا الدم إن أعجبكم